اهلا بك يا شباب في الحلقة الثانية من منهج التاريخ الدرس الاول في الوحدة الثالثة المرة فاتشوفنا الدرس التمهيدي والمرة دي هنشوف اول درس بيكلم عن النبيع الصلام المولد والنشأة هنتعرف مع بعض على اهم ملامح مولد النبيع الصلام ونشأته في مكة والفترة اللي تلت ذلك لغاية لما بقى جاهز للبعثة النبوية من خلال الاعداد اللي عدوا ليه ربنا عز وجل تعالوا مع بعض نشوف الدرس بتاعنا واهم الاسئلة والنقاط اللي موجودة فيها النبيع الصلام والد في مكة في يوم الاثنين اتناشر ربيع الاول من السنة الهجرية اللي هو بيوافق سنة خمسمية واحد وسبعين ميلاديا طبعا هتلاقينا مكتوب خمسمية وسبعين هقول لك والله المنهج ساعات كان بيكتب خمسمية وسبعين وساعات خمسمية واحد وسبعين طب وانهي فيهم صح طبعا الكتاب حاليا في نسخة بتاعت السنة اللي تحت ايدينا خمسمية واحد وسبعين لكن في نسخ تانية كان بيقولك خمسمية وسبعين وفي مناهج تانية بيقولك خمسمية وسبعين طب الاختلاف ده بناء على ايه؟ بناء على الاختلاف في تقدير السنة احنا السنة ما كانتش مرصودة بالتاريخ الميلادي فبتتقدر بالتاريخ الميلادي لكن هي عندنا موجودة بالتاريخ الهجري فانت ممكن تكون خدتها قبل كده خمسمية وسبعين تفتح الكتاب تلاقيه خمسمية وسبعين تبص على البرزنتيشن اللي قدامه تلاقيه مكتوب خمسمية وسبعين تسمعني بيقولك خمسمية وسبعين طب هو ده صح ولا غلط لا ده اختلاف ما بين التاريخي الميلادي والهجري وبالتالي حتلاقي فيه مؤرخين كدبين 570 ومؤرخين كدبين 571 انما العرب ما كانوش عارفوا التاريخي الميلادي اصلا والسنة دي بيسموها عند العرب عامل فيه العرب كانوا بيقرخوا للاحداث المهمة مش برقم معين من السنين كانوا بيسموه ده عام كذا كان عندهم اتصرفتهم معركة مشورة انتصروا فيها على الفرص مثلا في احد المرات بيقول لك قبل معركة كذا بعد معركة كذا لعدد من السنين فكان دي الطريقة اللي بيقرخوا به ان يحصل حدث مهم وعمل فيل ده اتسمى بالاسم ده لان الحاكم اللي كان بيحكم اليمن في الوقت ده واللي كان ملك الحبشة اسمه أبراها الحبشي المهم أبراها الحبشي اللي هو كان ملك الحبشة واستولى عليمن حاول انه هو يهدم الكعبة يبقى لو قال لك ما المقصود ده عمل فيلد وقل العامة لازه يحاول فيه أبراها الحبشية يهدم الكعبة مستخدما جايشة من الفيار أبراها لما استولى على اليمن أراد ان اليمن تبقى مركز ومقصد للعرب فعمل كل المحاولات قالوا ان الكعبة الناس بتحجي إليها فمحدش هيجي عندك هنا يخليك مركز لشبه الجزيرة فعمل بناء يشبه الكعبة وعلى أساس الناس تيجي تحجي فطبعا لان ما بحدش بيستجيب فلما تساءل تاني لا ده الكعبة ليها رمز روحي وهمية دينية عند العرب فالتاني قرر بناء على كده ان هو ايه ان هو يروح يهدم الكعبة فاخد جيش وضنه أعداد من الفيارة اللي جايبها من إفريقيا وحاول يهدم الكعبة لكن الله عز وجل حفظ الكعبة وأهلك أبرها وجيشه طبعا في صورة في القرآن الكريم اسمها صورة الفيل بتتكلم عن هذا الحدث وده العام الذي ولد فيه الرسول لو قالك بما تفسرت اسمية العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعامل فيه اللي حتقول له بسبب محاولات أبرها الحبشي ملك اليمن غزو مكة قاصدا هدم الكعبة طيب بما تفسر محاولات أبرها الحبشي هدم الكعبة ليه أبرها الحبشي كان عايز يهدم الكعبة ليصرف العرب عن زيارتها وتعظمها زي ما قلنا وليتجهوا إلى كنيسته التي بناها بأرض اليمن فخرج أبرها بجيش كبير ضم عدد من الفيارة لهدم الكعبة يبقى دي أسباب محاولة أبرها الحبشي هدم الكعبة ودي أسباب تسمية العام بعام الفيج طيب ليه بما تفسر فشل أبرها في هدم الكعبة إن الله عز وجل حفظ بيته الحرام وأهلك أبرها وجيشه ربنا عز وجل أهلك الجيش اللي كان جايبي زي ما القرآن الكريم يقوله وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارات من سجيل فجاء عليهم كعصفين مأكول فحلك الجيش بتاع أبرها بالكامل وهو رجع مصاب وتوفى في اليمن طيب طبعاً الصورة هنا بتورينا إزاي إن أبرها كان أحضر جيش من الفعلة الضخمة فيه الإفريقى ضخمة جداً اللي النبي على السلام تقوله ولده يتيم ولده يتيم الأب إزاي؟ العرب في المعطاة كانوا بعمله رحلة للشام ورحلة ليه اليمن اللي هي الشتاء والصيف بعد الشام دي كان بتستغرق حقاً ثلاثة أشهر فوالد النبي صلى الله عليه وسلم لهو عبد الله ابن عبد المطلب كان فيه رحلة الشام أثناء حمل والدته وأثناء عودته من الرحلة اتوفى والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب فلما توفى وصل خبر وفاته بعدها بقليل ولد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى توفي والده عبدالله ابن عبد المطلب قبل مولده ودفن في يثرب اللي هي المدينة المنورة أثناء عودته من رحلة تجارية لبلد الشام طيب لو لك بما تفسر فرح عبد المطلب جد الرسول أو جد الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشن بمولد الرسول لأنهم اعتبروا تعويض وعطاء من الله عز وجل عن فقد أبيه يبقى عبد المطلب جده لما وصلته أنباء وفات ابنه بعد كده مولد حفيده اعتبروا عطاء وتعويض عن فقد الأرض عبد المطلب طاف بيه حول الكعبة وأسماه محمدا طيب ليه اختار الاسم ده اسم ده ما كانش مألوف عند العرب كان عدد قليل جدا يعد على أصابع اليد الوحيدة قبل الإسلام عرف بذلك الاسم والاسم ده سببه أن يكون محمودا في الأرض والسماء يبقى لما سؤل ليه سماه محمد قال لك ليه يكون محمودا في الأرض وفي السماء طيب ايه نسب النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف كده نلاقي الأب محمد ابن عبد الله طيب جده عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب يمتد نسبه إلى عدنان من ولد اسماعيل ابن ابراهيم عليهم السلام العرب كان عندهم سلاسل للنسب كاملة فالنبي عليه وسلم من قبيلة كريش وقبيلة كريش من أبناء اسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام فنسبه في قبيلة كريش محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشم هشم أو بني هشم هم الفرع الرئيسي في القبيلة اللي بينتمي ليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد كده ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب لغاية لما نوصل لكريش وبعدين نوصل لغاية عدنان وبعدين ابراهيم واسماعيل عليهم السلام ده نسب محمد صلى الله عليه وسلم أما من جهة الأم فهي أمينة بنت وهب من خيرة كريش من أحد بيوت كريش طيب ده نسب النبي صلى الله عليه وسلم العرب بقى لما كان بيولد ديهم طفل الناس اللي كانت من الكبار في شبك زي عربية كانوا بيعملوا حاجة مختلفة شوي ما كانش بيبدأ ربي الأول عنده كان بيوديه للبادية بيوديه للقبائل اللي عايش فيه الصحراء طب ليه أول حاجة القبائل دي كانت أفصح في اللغة فكان هيتعلم اللغة بشكل كويس تاني حاجة القبائل دي عاشتها صلبة شوي قاسية فلما يروح في صغره هناك ويتربى هناك هيتعلم القوة والشجاعة ورجحت العقل عشان يبقى فصيح اللسان وقوي البنيان وراجح العقل بدأوا يعملوا نفس القبائل كان بتعملوا يبقى الرسول عاش طفلاته في الصحراء في البادية زي ما بيسموها دي كانت من عدات أشراف مكة أن يدفعوا بأبنائهم لمرضعات من البادية اللي هي القبائل الصحراء اللي قلنا عليها في الأول خالص أو لو قالك بما تفسر إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سعد نفس الكلام بنفس الإجابة لأن العيش في البادية يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل يبقى فيه ثلاث أسباب فصاحة اللسان قوة البنيان ورجاحة العقل وبالتالي أرسله إلى مرضع في بني سعد وبني سعد قبيلة وبالتالي أرسله إلى مرضع من بني سعد وبني سعد قبيلة موجودة في الصحراء من القبائل المولياء لكريش طيب مرضعات الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمها حليمة السعدية من بني سعد السعدية نسبة إلى بني سعد يعني أقام عندها أربع سنوات كانت خير وبركة عليها وعلى كل بني سعد لحظوا زيادة الخير زيادة التجارة زيادة الزراعة اللي بيزرعوها لو فيه أمطار زيادة الحيوانات الرعي يبقى أنه السلام أقام أربع سنوات وبعد كده السيدة حليمة السعدية ردته إلى جده بسبب حديثة شق صدره المعروف طيب أقام مع والدته حتى سن السادسة وتوفيت والدته في سن السادسة فجده عبد المطالب كفاله سرعان ما توفى في سن الثامنة فانتقل إلى أكبر أعمامه وكان في الوقت ده هو سيد بني هاشم أبو طالب وأحبه أبو طالب أكتر من أولاده وأحسن تربيته رعاته لكن أبو طالب كان عمه فقير ما كانش عنده غنيء وكان عنده أبناء كثيرة وبالتالي النبع السلام اختار أنه هو يساعد عمه أبو طالب فاتجه إلى أنه يرعى الأغنام عشان يساعده ويخفف عنه وحرفة الرعي بتعلم الإنسان اللي بيعملها صفات كتيرة زي الصبر والتواضع الشجاعة والرحمة والعطف وفي حديث النبع السلام أن ما من نبيه بوث إلا ورعى الأغنام رعي الأغنام بيتعلمك أنك تتواضع أنك بتنام في نفس المكان وبينام فيه الأغنام اللي هي أحيوانات رعي بتصبر عليهم لأن هم بيتحركوا بشكل كتير وبشكل مزعج وبيروحوا بيجي فبتصبروا وبتجيبهم هنا وما بتحاولش تبقى قاسي عشان ما يموتش منك حيوانات من الأغنام دي خاصة لنها غالبا مش بتاعتك والشجاعة لأنك بتواجه أخطار لأنك قاعد في مكان مفتوح وفيه حيوانات كتيرة مفترسة ممكن تهجمك والرحمة على هذه الحيوانات والعطف عليها فالصفات دي كلها بتكتسبها من حرفة الرعي شباب النبي صلى الله عليه وسلم كده شفنا فترة الطفولة والنشأة والمراهقة أضاها في الشكل اللي احنا شاكينه ده لما إيجا الشباب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في التجارة واشتهرت عنه صفات كلها صفات حميدة النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبابه لم يؤثر عنه أنه هو لعب الميسر اللي هو الأمار يعني ولم يؤثر عنه شرب الخمر أو الاشتراك في الله هو السيء اللي كان بيعملوا بعض الشباب في قبيلة قريشة أو العرب عموما كان شاب مهذب ومحترم وعمل في التجارة يبقى استمر في الشباب ويعمل ويكسب من الحلال من خرى أهل الجنب وبعدين حفظوا الله من كل سوق وانحراف طوال فترة الشباب واتجه بعد كده للعمل في التجارة فعرف عنه الطهارة والعفة ورجاحة العقل والصدق والأمانة فلقبه قومهم بالصادق الأمين يبقى أنه والسلام استمر العمل في رعي الجنب واشتغل إلى جنب ذلك في التجارة والصفات اللي الناس لقبوه بيها أنه كان الطهارة والعفة رجاحة العقل والصدق والأمانة وسموه الصادق الأمين لأنه كان أمين في كل معاملات التجارية وكان صادق في كل ما يقول في ما يختص بتجارة أو ما يختص بأي عمل آخر بيعمله وأن القصة اللي بتدل على رجاحة عقله هي القصة بتاعة وضع الحجر الأسعد أو الأسود زي ما بنسميه الحجر الأسود اللي موجود في الكعبة كان حجر مهم جدا بالنسبة للعرب في شب الجزيرة فلما إجت عملية أعادة أو ترميم الكعبة والنبع السلام شاب بعد ما خلصوا الترميم حصل سيل هد أجزام الكعبة فعادوا بناءها وبعدين جايين عايزين يحطوا الحجر الأسود في مكانه فلما يجوا يشيلوا الحجر كل قبيلة أرادت أن هي اللي تنال الشرف ده وبدأت القبائل أو الفروع من قبيلة قريش تتشغر وبدأوا يتجهوا أن يحصل بينهم نزع فقال لك أول شخص يطلع من هذا الطريق سأنا أحكمه بيننا فاللي طلع من الطريق ده كان النبي عليه الصلاة والسلام فوقتها طبعا ما كانش بوعس فاعتبروا أن ده أفضل اختيار ممكن يلقوه شخص صادق وأمين ومعروض برجاحة العقل وبصدقه بأمانتو طيب ماذا نفعل وضع الحجر في ثوبه وطلب من كل واحد من القبائل أن يأتي بشخص يمسك بأحد أطراب ذلك الثوب إلى أن وصلوا إلى الجانب الذي يوضع فيه الحجر فوضعه بيده وبالتالي كل القبائل نالت شرف وضعت هذا الحجر ده بيبعين لك إزاي أنهما كانوا بيسكوا في صدقه أمانتو وفي نفس الوقت في رجاحة عقل السيدة خديجة رضي الله عنه سمعت بأمانته وطبعا السيدة خديجة أو السيدات عمومة كانوا يخرجوا فيه صفر طويل لخطورة ذلك في الفترة دي فكان لما بتحتاج تتاجر بتجيب حد أمين يقوم بعملية التجارة دينية باتن عنه فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج بملهة إلى الشام مع غلامها اسمه ميسرة وطبعا الغلام المفروض أنه ما هيشوف الراجل ده يشتغل ازاي عشان تبقى منها على فلوسها لما يرجع بعد كده يحكي لها هل هو كان أمين فعلا في معاملاته ولا شيء آخر لكن لما رجع لمكة السيدة خديجة عرفت من الولام اللي أرسلته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أمين جدا وشافت بركة كتير جدا أنها ربحت في تلك الرحلة بشكل كبير وزي ما قلنا أخبارها ميسرة بمرأته وخلال الرحلة من كرم الرسول وصدقه وأمانته ولما وجدت ذلك أعجبت بأخلاقه وتزوجته فكانت خير زوجة لخير شام والسيدة خديجة كانت زوجة النبي في فترة حياتها الزوجة الوحيدة أنجب منها ولدين القاسم وعبد الله وأربع بنات زينب ورقية وأم كثوم وفاطم لم ينجب البنين غير منها باستثناء ماريا القبطية اللي أنجبت له ولد واحد فقط زي ما شفنا خلال الحلقة دي أهم المعالم الخاصة بمولد النبي ونشأته في مكة ومتى لذلك حتى اقتراب البعثة النبوية في الدرس القادم هنعرف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحنشوف إيه أهم الحاجات اللي حصلت خلال فترة دعوته في مكة حتى هجرته إلى المدينة ننطق إن شاء الله في الحلقة الجاية ياريت نعمل لايك سابسكرايب وشير واللي عنده أي استفسار يبدأ يسأل تحت أما اللي ما شافش الحلقة اللي فاتة اللي هو الدرس التميدي يدر يرجع يدور عليها ويشوفها من خلال فهرص الدروس بتاعها نطق إن شاء الله في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة